اشتركوا في القناة في حياتنا كلها نهاردة معانا الدكتور سليمان جادو شعيب دكتور سليمان جادو شعيب من موليد قوس بصعيد مصر بمحافظة قناة وكيل ادارة الشباب بقوس حاصل على لسانس الاداب شعبة اللغة العربية جمعة اسيوت عام 1982 حاصل على اربع دبلومات دراسة عليا في علوم اللغة العربية وادبها تمهيدي ماجستير شعبة اللغة العربية بمعهد الدراسات الاسلامية نال الشهادة الوظيفية لتدريس اللغة العربية للاجانب الغير الناطقين بها من جامعة الامريكية العام 2016 حاصل على الدكتوراه المهنية في مجال اعلام الطفل العربي بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى لعام 2019 حاصل على الدكتوراه الفخرية من منظمة اجنيحة السلام والديمقراطية الدولية بكندا عام 2020 محاضر مركزي معتمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة وان شاء الله على الابداع حائز على وسام ولقب اديب النيل والفراط لعام 2019 من مؤسسة النيل والفراط بالقاهرة تم نشوى ادراك اسمه وسيرته ذاتية ونموذج من انتاجه الادب في اكثر من معجم وموسوعة عمل رئيسا لتحرير مجلتي صوت الاداب والقلم بكلية الاداب اثناء الدراسة حاصل على عدة دورات تدريبية في فن العلاقات العامة والموارد والتنمية البشرية واعداد القادة وفن الكتابة الصحفية بمؤسسة اخبار اليوم ومؤسسة دار التحرير الجمهورية للطبع والنشر عمل في مجال تدريس والصحافة وقطاع الشباب حزع العديد من الشهادات التقدير والمسابقات والجوائز العلمية والتشجيعية والتقديرية من جمعة القاهرة ولجنة الاعجاز العلمي للقرآن والسنة بمجمع البحوث الاسلامية ووزارتي الثقافة والشباب والهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعيات الادبية والمنتدى الثقافي للاصالة والمعاصر بالقاهرة عضو جماعة الادب العربي بالاسكندرية عضو اتحاد المثقفين العرب عضو المنظمة العالمية لخريج الاظهر عضو اتحاد الادباء الدولي فرع جمهورية مصر العربية عضو مجلس الاعتماد الدولي للدراسات والابحاث الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بالاسكندرية شارك بأوراق بحثية في عدة مؤتمرات ومهرجانات أدبية وثقافية وقيمة بالقاهرة نشرت له عدة بحوث ومقالات متنوعة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ نيفين والأستاذ محمود أهلا بحضرتك ولفريق العمل والطاقم الذي يؤدي دوره على أكمل وجه ولجميع المشاهدين لقناة الصح والجمال أهلا بكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا بسم الله ومشاه الله أنا نلاحظ حضرتك أن السرات الزيتاء بتاعتك غنية جدا جدا ومحترم قوي الله يبارك فيك قولنا في البداية كده قبل ما نتكلم في المحاور بتاعتنا اتكلمنا شو عن نفسك وإزاي قدرت أنك أنت تحصل على كل الحاجات دي والله بالنسبة لي واحد من أبناء مصر أو من صعيد مصر البسطاء الذين واجهوا الحياة بيعني دايما شعاري في الحياة إنما الحياة عقيدة وجهات فبدأت طبعا حياتي الدراسية الطفولة في مدينة قوس في مدارسها الابتدائية والعدادية والثانوية حتى الجامعة في كلية الأداب جامعة أسيوط عام 82 بعدها تخرجت إلى العمل الصفر خارج الوطن كأي شاب في بداية حياته كان لازم يعتمد على ذاته سفرت إلى اليمن إلى صنعاء للتدريس في الهيئة العامة للمعاهد العلمية ثم بعد ذلك أيضا رجعت للتعيين في قطاع الشباب لأنه بيتيح فرصة ليا في الصفر وقتها سفرت إلى المملكة العربية السعودية الدمام عملا مدرسا أيضا ضمن مكتب التوظيف السعودي بعد أيضا عملت أثناء العمل في المملكة في صحف ومجلات سعودية زي مجلة الشرق وصحيفة نسائية اسمها دنيا تصدر الشركة الشرقية للصحافة والإعلام بعد ذلك عدت إلى أرض الوطن يعني كأي واحد يحب بلده وينتمي إليه لابد أنه يواصل مسيرة حياته وما تبقى من عمره في بلده ده باختصار شديد يعني طبعا جهودي الأدبية والكتابة منذ الصغر وأنا أعتمد على الكتابة أنا بدأت الكتابة وأنا طالب في صف تانية سنوية أول مقال نشر ليه في مجلة الجديد اللي كان يرأسه الدكتور رشاد رجدي رئيس الأكاديمية أكاديمية الفنون وده طبعا هو اللي وضعني على الطريق يعني بداية أول مقال ينشر ليه في مجلة عريقة زيدي بيكتب فيها أقلام جادة ويعني أساتذة جامعات ومبدئين كبار ده إداني دافع وحافظ أني أستمر وأحب الكلمة ويعني أبتدي هذا المشور القوي بسم الله وانشاء الله خليني كده بمنازمة الأدب أه قولي حضرتك هو الفرق بين أدب الطفل وإعلام الطفل آه نعم الفرق طبعا أستاذنا بين أدب الطفل وإعلام الطفل أدب الطفل هو ما يختص بالأجناس الأدبية التي تنمي الذوق والوجدان لدى الطفل زي الأنشيط والمحفوظات بالنسبة للأطفال الصغار الناشئة يعني طبعا الأشعار سواء بالفصحة أو العمية المسرح أيضا مثلا الخاطرة الأدبية المقال البسيط لأن الطفل يحتاج إلى عبارات بسيطة جدا ده بالنسبة للأدب أما بالنسبة لإعلام الطفل هو كل ما يقدم للطفل من مواد إعلامية ترتقي أيضا بفكر الطفل وشخصياته واحتياجاته طبعا زي مثلا برامج الإداءة التلفاز الصحافة الصحافة مثلا الصحافة مثلا الكتابة طبعا أنا تنولت هذا الكلام من خلال رسالة الدكتوراه كانت عن وسائل الإعلام وتأثيرها على الطفل العربي دراسة نقدية تحللية بدأت بأول مصدر أنشأ في التاريخ اللي هو الكتاب يعني بدأ من الكتاب ثم الإذاعة بعد ذلك التلفاز بعد ذلك أيضا اللي هو الفضائيات الإنترنت مواقع تواصل الاجتماعي سواء كان ما هو في القديم أو الحديث هذا هو ما يقدم يسمى إعلام الطفل يعني كل ما يخدم الطفل صوتيا سواء مقروعة مسموعة أو مشاهدة ده بنعتبر إعلام الطفولة وده مهم جدا للطفل يعني ما يقدم على منبرامج على خريطة الإذاعة أو التلفاز أو مواقع تواصل مهم جدا للأطفال وتنمية مداركهم دي من ضمن الأعمال الأسرط في المجتمع الأدو آه فيه أعمال تانية؟ طبعا ليه دراسات عدة أدبية ونقدية تناولتها لكتاب يعني أبدعوا في القصة القصيرة أمثال الأديبة ابتهال الشايب دي أديبة من الأقصر حصلت على الجائزة التشجيعية عام 2013 عن قصة مجموعة قصصية عنوانة نصف حالة طبعا نالت الجائزة التشجيعية من بين 39 قصة وقصة تميزت هذه المجموعة بجائزة تشجيعية أنا تناولتها بالدراسة والتحليل وأجرينا مع مقابلة واحتفالية كبرى في قصر ثقافة قوس بحضور عدد كبير من المبدئين والكتاب والشباب ومحبي الكلمة كانت طبعا يعني تكريم لها وإشادة أنه واحدة من أبناء الصعيد تحصل على جائزة كبرى من بين 39 وحضرتك حصل على المركز العاشر في اتحاد المثقفين العرب في مسابقة رفاعة تهطاوي نعم في فن المقال في فن المقال من بين 360 من بين 360 تقدموا في صور معنا هنحب نعرضها إن شاء الله بإذن الله هيعرضوها نعم تمام تفضل حضرتك بالنسبة طبعا مسابقة يعني رفاعة تهطاوي لفن المقال ده حب الدكتور أيمن خليل من ضمن يعني الاتحاد المثقفين العرب أنه يعني يعطي انطباعا للمبدئين لكتابة المقال فالمقال طبعا بنقسم إلى أنواع مقال أدبي مقال علمي متأدب مقال ذاتي مقال يعني تصويري إلى آخره فمقال علمي طبعا المقال الأدبي أنا يعني أغلب كتاباتي في المقالات الأدبية والاجتماعية فتناولت قضية مهمة جدا لقضية الأمية في مصر والعالم العربي أنه ما زالت الدولة العربية يعني رغم يعني المسيرة الطويلة في التعليم والعلم إلا أنه في يعني شريعة كبيرة من الأميين ما زال يعني حوالي 17% 17 مليون يعاني من نسبة الأمية فطبعا دي كارثة يعني مجتمعية نتمنى أنه تمهض الدول العربية والدولة المصرية في هذا الجانب وتحقق يعني نتائج مبهرة إن شاء الله بمناسبة العلم ومحول أمية والكلام ده كله من المتعرف عليه أن قوس بتسمى مدينة العلم والعلماء نعم والله فعلا مدينة قوس طبعا لها شورة وسيط ذائع بين مدن الصعيد كلها أو على مستوى جمهورية مصر العربية مدينة قوس أصلا بلد العلم وكعبة العلماء بمعنى أنه الذوي وده طبعا عالم كبير مؤرخ كتب له كتاب اسم الطالع السعيد في أنباء رواه وعلماء الصعيد مدينة قوس يعني في القديم الذوي ذكر أنه 262 عالم عالما موجودين على ظهر في بطن الأرض توف يعني علماء وكان فيه حوالي 16 مدرسة قديمة في مدينة قوس قديما وأيضا هي كانت عاصمة أو حاضرة للدولة الإسلامية أيام عمر بن العاص وما تلاها في أيام يعني الفتحات الإسلامية وغيره مدينة قوس أيضا مدينة يعني كبيرة وفيها علماء أمثال الدكتور عبد العزيز القوسي رائد علم النفس والتربية في مصر والعرب هذا الرجل طبعا نال درجة الدكتوراه عام 1931 تقريبا من لندن ودرس في حوالي سبع جامعات أجنبية وأوروبية له أيضا العامل المكاني يعني زي كرسي في لندن ما زال يعني الأكاديميات تدرس هذه إبداعات وكتبه لوجود كبيرة جدا إذاعية وتلفزيونية وكتابات أيضا عمل كتابات مقدمات لكتب لكتاب أجانب في علم النفس والتربية أيضا أسس الجمعية المصرية للدراسات النفسية بدون مقاطع الحالاتك أعتبروا من ضمن الشخصيات الأسرية وشكل الشخصيات حضرية؟ طبعا أنا ملا شك يعني حالين بجمع كل ما كتب عنه يعني عن الدكتور عبد العزيز القوصي وسوف يخرج كتاب يعني يثري المكتبة العربية والنفسية وجامعة إن شمس أو كل التربية لأنه ناس يعني فعلا كتابات متفرقة عنه أنا حبيت أجمحها من مصادر عديدة طبعا يعني من هيئة الكتاب من دار الجمهورية من الأخبار من المصور كل ما كتب عنه منذ حياته فإن شاء الله أتمنى أنه يعني الأدباء والكتاب وأبناء قوص عامة أنه يفتخروا بأذا العالم الجليل كارتبط اسمه بمدينة قوص نعم طيب تمام خلينا كده يعني أقول لك خلاص الحمد لله احنا دلوقتي حاليا هنشهد في الأيام القادمة إن شاء الله نعم ولادة مولود جديد هيتطلع علينا للنور اللي هو مجلة صميم صميم تتكلمين عنها شوية عبد العزيزة وفعلا إحنا يعني حاليا مجلة صميم دي يعني فكرة رائدة كانت طبعا الصحفية الزميلة سلمة عبدالهادي من سواج دار السلام طبعا كانت فكرة تراودها فكانت تلحى علي دايما إنه عايزين نطلع مجلة لصعيد مصر يخدم هذا المجتمع الذي حرم طويلا وتم تأميش وتجهيله وإخفاله إنه سلط عليه الأضواء وتستقطب الأدباء والكتاب سواء من الشباب أو المبدعين يعني محبي الكلمة والفنانين والمبدعين والرسامين كل ده وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بس ليس فقط يعني الصعيد إنما تحتوي وجميع المبدعين سواء في مصر أو الوطن العربي حتى سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب لأنه دايما في يعني تواصل بيننا وبين المبدعين العرب سواء يعني أنا بعتبر أنه مصر رائدة في مجال الأدب والعلم والفكر وهي اللي طبعا منذ قدم التاريخ سواء منذ يعني علي مبارك وما تلاه من عصور مصر رائدة في الإبداع وفي الفكر طبعا ده ليس بجديد أو غريب عليها مصر عامرة بالأزر الشريف اللي هو يعني أكثر من ألف عام وكل دار العلوم تربى فيها أدباء وكتاب شعراء كبار جدا أمثال فاروق شوشة صبري سلامة مبدعين طبعا أثرت الوطن العربي وبلادنا كلها بمفكرين ومبدعين وإذاعيين وصحفيين وكتاب ويعني كل ما يتصل بالإبداع والإبداع الأدبي طب في نهاية الفقرة كده حضرتك تحب توجه رسالة إيه للشباب نعم رسالتي طبعا للشباب يريد الصور للإنتاج يعني يكون معانا صور دلوقتي في حاجات جميلة قوي حضرتك أخدت جوز كتير جدا نعم ومن ضمنها حضرتك أسست أنتكت كتاب اسمه كتاب معجم المبدعين العرب آه لا هو ده هو معجم المبدعين العرب ده تم فيه معجم المبدعين العرب ده نشرت فيه سيرة الزاتية وأعمالي الكتابات سواء كانت مقالات أو قصص قصيرة أو يعني خواطر تم كتبتها فطبعا تم نشر سيرة الزاتية فيه أكتر من معجم سواء معجم المبدعين العرب أو برضو في هيئة الكتاب يعني اعفلوا 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 طب بالنسبة لجائزة أديب النيل والفراط احكايتها بالنسبة لجائزة النيل والفراط طبعا أنا حضرت ثلاثة معرجنات أدبية ثلاثة معرجنات أدبية للنيل والفراط كانت في مكتبة مصر العامة بالزوية الحمراء ده كان المهرجان الأول وحضروا طبعا وفوضة عربية من العراق وتونس وجزائر والمغرب المرة الثانية كان فيه جمصة ايضا حضرت المهرجان الثاني والمهرجان الثالث أيضا في المكتبة العامة بالزوية الحمراء وتم تكليدي يعني إطلاق لقب أو نيلت اللي هو وسام لقب النيل والفراط لعام 2019 طبعا أنا يعني محبي جدا للأدباء والكتاب وبعضر أي فعاليات وأي منتدات أدبية أو ثقافية الصور معنا جاهز دلوقتي ممكن نشوف على الشاشة اه ممكن اتفضل ده طبعا دكتور يوسر عبدالغاني المنتدى الثقافي المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة طبعا كرمني لأنه كان فيه مسابقة عن هيا نتعلم الجميلة أو نحيي الجميلة في اليوم العالمي للغة العربية طبعا أنا كتبت بحث حوالي أكتر من 25 صفحة بمشاعري حتى هو استضاف الإذاعي حسن عابد إذاعة القارة الكبرى وتناولوا المتسابقين طبعا كانت وعدة سورية اسمها كاميليا دكتورة كاميليا وأنا المركز الأول والسورة دي كان بتاعت ايه؟ دي طبعا في النيل والفراط مؤسسة النيل والفراط مارجان النيل والفراط طبعا رئيس مجلس الإدارة ناجي عبد المنعم وكان في وفود عربية أيضا ده طبعا في اتحاد الكتاب مؤتمر ألقيت ورقة بحثية عن المصرح المدرسي أفاقوا إشكالياته دي برضو كان في الإسكندرية في مؤتمر برضو مجلس الاعتماد الدولي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتم تكريمي بهذا الدرع دي كان مؤسسة هبا بن داري الثقافية وكانت برضو تم تكريمي في القصة القصيرة كتبت قصة قصيرة وتم تكريمي فيها نعم دي برضو كان في اتحاد في هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة الكتاب مركز بحوث الطفل جدمت ورقة بحثية عن فن الترجمة إسامات الترجمة وتبادل الثقافي في أدب الطفل بإفريقيا نعم وكان معنا الدكتور جمال شفي جمال نعم كده خلاص الحمد لله الفقرة بتاعتنا انتهت على خير الحمد لله حد بأننا أوجه الشكر لحضرتك وإستداءات حضرتك النورتك هتنمتعها جدا جدا وإننا مبسوطين قوي جيء الحلقة دي صح؟ جدا جدا بصراحة يعني وإن شاء الله حضرتك تبقى قدوة دايما للشباب اللي بيسعى دايما إنه ينمي موهبة موهبة الكتاب المقال والنقد ويتقدم لهم دايما دعم وتشجيع نتمنى من حضرتك إن شاء الله بتخلق جيل جديد من الأدباء والنقاط بإذن الله إن شاء الله أنا شكر جدا لحضرتكم وليقناة الصح والجمال بكاملها إن شاء الله ودي فرصة طيبة لإتاحة الحديث عن الجنوب يعني وتسليق الضوء على المبدعين فشكرا جزيلا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي كده خلص الحمد لله خلصنا الفقرة بتاعتنا الأولى وخلصنا أول بسمة أمل في الحلقة بتاعتنا بتاعتنا النهاردة استنونا وعد الفاصل مع بسمة أمل التانية إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة